ترجمة نانسي قنقر في الحقيقة يبدأ الحمل بشكل رسمي عند حدوث الانغراص في بطانة الرحم يحتاج ذلك ليحدث إلى حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد إقامة علاقة حميمة ويسعى الجسم في سبيل المحافظة على الحمل إلى زيادة سمك بطانة الرحم وإغلاق عنق الرحم بسددة مخاطية تبقى في مكانها إلى أن يحين موعد الولادة في حين تبدأ خلايا البويضة المخصبة بالنمو على شكل كتل خلال ثلاثة أسابيع كما تكون الخلايا العصبية الأولية للطفل قد تكونت أما بالنسبة لهرمون الحمل والذي يعرف علميا باسم موجهة الغدد التناسلية المشيمائية فهو ما يتم الكشف عنه في اختبارات الحمل حيث أنه يكون موجودا في الدم منذ حدوث عملية الإنغراص وقد تستطيع بعض اختبارات الحمل المنزلية الكشف عن هذا الهرمون بعد سبعة أيام من حدوث الإبارة ترجمة نانسي قنقر